تسوية مبدئية فحسب هي خلاصة الجهد الأممي المنصب لحماية اتفاق الحديدة من الانهيار والتحرك قدما على مسار تطبيق الاتفاق منذ الثالث وحتى السادس من الشهر الجاري تمكن كبير مراقبي الأمم المتحدة المنتهية ولايته الجنرال الهولندية المتقاعد باتريك كاميرت من عقد اجتماع هو الثالث من نوعه للجنة المشتركة التي تضم ممثلين على الحكومة والميليشيا الاجتماع عقد هذه المرة في ميناء الحديدة على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة وعلى إثره وافق الطرفان على مقترح تقدم به الجنرال كاميرت يقضي باعتماد تسوية أولية لبدء إعادة انتشار المقاتلين وفتح ممرات إنسانية كما أبدأ يلتزامهم القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاندو غاريك في بيان الله أن الطرفين عمل بشكل بناء أثناء المحادثات التي يسرها رئيس اللجنة لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية لكن البيان أقر بأن التحديات ما تزال قائمة في ظل طبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع في وقت أعلنته الغاريك بأنه من المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق على الأرض لا يوجد ما يدعم البيان المتفائل للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في ظل الاتهامات الموجهة من الأمم المتحدة نفسها لميليشيا الحوثي بمنع موظفية المنظمة الدولية من الوصول إلى مطاحن الحبوب في الحديدة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية ونقل عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوكت أكيده أن الحوثيين رفضوا السماح لوكالات المنظمة الدولية بعبور خطوط المواجهة والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وأن المناقشات مستمرة مع جميع الأطراف لإيجاد حل لكن يبدو أن ذلك بعيد المنال على حد قوله في وقت أكد فيه لوكوك أن الحاجة العجلة للوصول إلى المخازن تتزايد بشكل أكبر وأن تلك الحبوب ربما تفسد في الصوامع بعد تعرضها لقذ إفهاون في وقت يتدور فيه الملايين جوعا الوضع الخطير الذي يواجهه المخزون الغذائي الأهم في البلاد دفع الحكومة إلى مطالبة الأمم المتحدة بنقل مخازن برنامج الأغذية العالمي من الحديدة إلى المحافظات المحررة وتقديم المساعدات والمواد الإغاثية عبر موانئها ومطاراتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر